السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازيكم يا حبايبي عاملين ايه يا ربك كنوا بالف صحة والف خير معكم ام احمد من مطبخة يا مطبخ البيت المعمور ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض الكبدة بالردة احلى كبدة بالردة بامر الله ده كله كبدة يا حبايبي مش غسلية ما بتتغسل ما بتبقاش حلو ناكلو كبدة يا حبايبي دي التوابل معلقة توابل لحم معلقة بصل بودر معلقة اللاربع رمف نص معلقة بابريكا معلقة كوزبرة معلقة ملح معلقة كامون معلقة فلفل اسمر كل المكونات دي يا حبايبي بمعلقة صغيرة هنحط المكونات دي على الكبدة هنحط يا حبايبي انا مقشرة راستهم كاملة هنحط معلقة خلي يا حبايبي هنحط لمونة هنقلب كل المكونات دي في الكبدة هنسيب الكبدة دي يا حبايبي في المكونات دي ساعة وارجع لكم ودي يا حبايبي الكبدة سيبناها في التوابل ساعة كبات اللاربع دقيق كبات ردة كبيرة هنقلبوا كده مع بعضه الردة مع دقيق ما دي الوقت هنحط الكبدة كده الوقت هنحط الكبدة كده اهو اهو دلوقتي يا حبيبي حطينا التصل اللي هنقلفها هاك. وهنحط الزيت. لازم الزيت يا حبيبي يبقى كتير عشان ايه? الكبدة تبقى مستوية من ناحيتي. الزيت لازم يبقى سخن يا حبيبي. والزيت كتير ازاي? دلوقتي يا حبيبي هنقلب الكبدة. دلوقتي يا حبيبي الكبدة ها. بص لون الكبدة عامل ازاي? لون الكبدة عامل ازاي? فتحه جميل. هنطلقة دلوقتي على مناديل المطبخ يا حبيبي. وعادي بقى ساعة التقديم برحبكم. وعازين تشلوها من على المناديل. قدموها بالطرق اللي تقديم. بص يا حبيبي الكبدة عامل ازاي روعة. بصوا. اللون روعة والطعم والريحة. قلب المطبخ. ودي يا حبيبي الكبدة بعد ما خلصت اهي. طلعناها طبعا على ورق مناديل المطبخ. عشان خاطر. المناديل دي بتشرب كمية زيت ربيبة من الكبدة. وطريقة التقديم بقى بالشكل اللي يريحكم والشكل اللي يعجبكم. روعة. روعة. ولو عجبكم الفيديو يا حبيبي ما تنسيش تدعمونا بلايك وشير واشتراك للقناة. وبدعواتكو يا حبيبي. احبكم في الله.